لواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات إن مقطع الفيديو الذي يظهر أو يظهر فيه ملثمون مسلحون أطلقوا على أنفسهم اسم كتائب حلوان تم تصويره خارج مصر وأضاف أن تنظيم الإخوان لجأ لهذا الأسلوب بعد الفشل في الحجد وأن بث مثل هذا الفيديو يعبر عن إفلاسهم مشيرا إلى أن الهدف منه تخويف الشعب المصري ورجال الشرطة وشدد على أن الأجهزة الأمنية بالوزارة لن تسمح بأي محاولات للإخلال بالأمن العام وستتصدى لها بكل قوة وحزم